موسيقى 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 اليوم احنا جينا باش نعلن على مدل السينكار اللغة اللي هي ربعة بعض المحسوبين على أسائل الطاقسيات والكمتل وحدنا وقابعة معينة اليوم تنتهج مفضل أرزاق ونحن نحاول مائم كنا نمشي على واحد المسطرة اللي استراتها وزارة النقل بالإجماع الممثلين للنقل السياحي كان دفتر تحمل اللي تتازموا به اليوم ولكن تلقوا اليوم بأن مجموعة الناس الذين يمثلوا النقل التاكسيات يقفون مرابطين أمام الفنادق والسبب الواقف هو أنه يمنع بعض الناس الذين يعملوا في إطار الترخيص المزاولة للنقل السياحي ومزاولة المهنة تدرسوا الصفات ويقفون بعيدا ولو يحبسون السيارات بدون وجهة قولة قانون اليوم نحن نصنقر ونشجبوا هذه الممارسات الغريبة التي تؤثر بصفة سلبية عن النقل السياحي السائح اليوم يأخذ فكرة مميزة على البلاد الحمد لله تدرسوا مفضلة ويقفون مجموعة من الناس انهم يأتي ما نجهرون من الناس البلاد ويجبون في حيث من الماضي البعيد يجبون السائقين ويجبون لأنهم يمارسوا هذا المينة في الحضور وتكرير الممنهج البلطاجة التي يمارسوا أمام الفنادر اليوم نحاول ما أمكن أن نكرسوا في إطار سياسة الحوار أن نبعد على هذه المسائلة نحاول ما أمكن أن كلها في المجال يحاول ما أمكن أن يزاوي النشر بدون أن يكون مناوشات هذه الأرق وهذه المسائلة التي نتعرض لها نحاول ما أمكن أن في إطار الاتصال من وزارة النقل إلى وزارة السياحة لأن تكون مناشر معينة التي تحاول ما أمكن أن تشرح لها الناس الذين يحاولون أن يغالطوا المواطنين ويغالطوا الناس والشركات والأرباب النقل السياحي بأحد المنطقة التي لديهم بوحدهم لا يمتسع لهم كان هناك الناس مثلهم الذين يحاولون أن يكرسوا المبدأ القوة لأغراض التي تبقى الشخصية لا يوجد علاقة بالمناشئة ويبقى العوالة والشركات والنقل السياحي لذلك مجموعة هذه الإخوة لديهم أفضل في إطار لديهم أفضل ويكررناهم اليوم أنهم أفضل والمجموعة من هذه المنطقة التي تتعرضون في التعامل يحاول أن يأتي ويأتي في قناة ويقومون بإطارهم ويقومون بأفضل الأول المنظر الأول هو أن الدفتر التحملات هو الحاجة الوحيدة التي نحن نقوم بها في عدة لقاءات من الناس يتكلمون عن الفوتشار ولم نعرف ما هو الفوتشار ولم نعرف السنة القانونية الفوتشار وعندهم تفاصيل وعندهم شرح خاص بهم في حين أنه كان بيان مسافرين بيان خاص بالأجانب و بيان خاص بالمقيمين بالمغرب نحاول نشرح لهم ولكن لا حياته المنتون هذه هذه المناوشات لا تطرأ على المستوى للمغرب كله مركزة بثاف في الضار البيضاء وعندهم يريد أن تحييز ويريد أن تزول هذه الأكرهات التي تتمرس عنها اليوم تريد أن تتقع للمستفيد الأول وهو هذا النقابات والمغيب الآخر هو النقل السياحي الذي تتمرس عن العنف ترجمة نانسي قنقر